السلام عليكم بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا ومولانا رسول الله وبعد لما بيبقى في ميت عندنا كتير من لنا بينشاغل يطر الميت ده من أهل الصلاح ولا من غيرهم فركز معايا عندك ست علامات أنا جابهم لك النهاردة لو حضرتك شفت علامة منهم على الميت فاستبشر خيرا واعلم أنه من أهل الصلاح والتقى وأنه ناجم بين يدي الله سبحانه وتعالى طيب ولم شفتش ولا علامة ايه وعد سوء الضمن بي لأنك لا تدري ماذا بينه وبين الله العلي الخبير ليه؟ لأنه قد تكون له بينه وبين الله خبيئة عمل أنت لا تدري عنها شيئا أول علامة أنه ينطق بالشهادتين وركز معايا بعد ما تصلى على النبي الزين ناس كتير أو يتوقف عند الراجل اللي في غيبوبة يا بابا قل لا إله لله يا ماما قولي لا إله لله وبعد ما تخلص الميت تفضل تعايت يا عم الشيخ ما قلتش لا إله لله ما ناطقش حبيبي الميت قد ينطق بلسانه وقد ينطق بسبابته وقد ينطق بيده وقد ينطق بعينيه المهم أن الميت أدام من أهل الصلاح ربنا هينطقوا الشهادة إزاي دي حضرتك ما تهمكش ممكن حضرتك تشوفها وممكن حضرتك ما تشوفهاش أصلا علشان كده ما تشغلش بالك بيها لو ما حصلتش قدامك واعلم بأن الله رحيم بعبده غفور لعباده ما تصلوا على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم طيب تاني حاجة لو الإنسان مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة مات مش اتدفن علشان في ناس ما ستموت يوم لاربا يدفونها يوم الجمعة مناش علاقة إحنا بنتكلم عن دي اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يعني من بعد عصر الخميس أو از تغيبوا شمس الخميس ليه بقى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما من مسلمين يموتوا يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر الله أكبر يعني وقاه الله فتنة القبر يعني هيجاوب على الأسئلة بسهولة وبسلاسة يعني إيه؟ يعني الشيطان مش هيدحك عليه في القبر ولا يستطيع أن يستميله إلى أي طريق إلا الإسلام يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هيثبت لسانه يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هينير له في قبره فاستبشروا بذلك خيرا نروح للعلامة الثالثة العلامة الثالثة أن يكون شهيدا في سبيل الله أيها عم الشيخ يعني كده اللي ملهاش ابن بقى ودخل الشرطة ولا الحربية أي أبدا ده الشهادة في سبيل الله يا جماعة أنواع كتيرة قوي بس إحنا اللي حصرينها في الحرب بس لكن خلي بالك المبطون شهيد والغريق شهيد والمتهدم عليه بيت شهيد والمرأة اللي بتموت وهي في النفاس شهيدة بل وطالب العلم شهيد بل والغريب شهيد اللي مسافر بعيد عن أهله بل والذي في عمله شهيد بل والذي يسأل الله الشهادة بصدق يبلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وشو بقى جمال الشهيد أنه له ست خصال أهم خصلة أنه يغفر له عند أول دفعة من دمه الله أكبر وسيدنا الحبيب مرة تانية يقول لنا ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون إرضه فهو شهيد فالشهادة بابه واسع قوي جدا يا جماعة ركزوا في الكلام ده كويس قوي علشان كده أنت ممكن تنام على فراشك وتموت على فراشك وتكون شهيد ليه؟ لأنك أتقنت عملك ولأنك حبيت بلدك ولأنك فديت عرضك ولأنك اتقيت ربنا في أولادك وسألت ربنا الشهادة وأقول لكم على حاجة غريبة أوي ما تركزوا في سيدنا خالد بن الوليد سيدنا خالد بن الوليد ذلك سيف الله المسلول هل كتل في معركة؟ الجواب لا نمى على فراشه ومات مؤنبا نفسه وهو يقول وأموت كما تموت البعير بل ميت كما ماتت الأبطال لاقي الربك راضيا مرضيا عنك إن شاء الله تلقى الحبيبة محمدا وحزبا وبعدين تيجي العلامة الخامسة العلامة الخامسة دي علامة جميلة أو شيء بتفتح باب الأمل جامد قوي اللي هو إيه؟ أن يموت الإنسان بعد الطاعة مباشرة أو في أثناء الطاعة تصدق بابا لسه مصلي العصر وبعدين مات قبل المغرب الله أكبر يا جماله ده لسه بابا متطمن على أختي ومات بعدين يا سلام ده لسه بابا متكلم أخته ومات ده لسه بابا كان بيدحك مع ماما مضحك مع ماما ده طاعة خلي بالك ادخله السرورة عن المسلم طاعة ادحك في وش الناس طاعة اتبسم في وش الناس طاعة يا آه مهدان للنبي صلى الله عليه وسلم قال عليه لما ربنا بيحب حد بيعسله يعني بيعسله برمى عليه عسل لا يوفقه لطاعة ثم يقبضه عليها يا سلام أهم أهم صلي الظهر بقى دلوقتي أو صلي العصر دلوقتي فيصلي وبعدين يقبض إما يقبض أثناء الصلاة وإما يقبض بعض الصلاة فده اسمه إيه؟ اسمه العسل بتاع ربنا ربنا عسله صليته عن حبيب صلى الله عليه وسلم وبعدين في علامة مهمة جدا بقى آخر علامة اللي هي العلامة الستة والعلامة الستة دي خاصة بنا احنا الناس مرت جنازة برسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى الصحابة عليها خيرا فقال النبي وجبت ثم مرت جنازة فأثنى عليها الصحابة شرا فقال النبي وجبت إيه وجبت وإيه وجبت اللوم الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة والتنين قلت علي شر فوجبت لها النار مش معنى أنتم شهداء الله في أرضه علشان كده بقولك لو انت من اهل الصلاح واهل التقع واهل السير الزاتية الطيبة اللي الناس بتحبك سواء كنت موظف سواء كنت مسؤول سواء كنت في اي موقع من المواقع حتى جيرانك حتى لو انت راجل بيع في الشارع والناس بتحبك وراجل جميل كده لذيذ خلي بالك تخيل بقى لما تموت سيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بيقول ايه ان لو اربعة من جيرانك الادنيين اللي هم المقربين لك اوي سواء جيرانك في السكن سواء كيرانك في الوظيفة سواء جيرانك في الصداقة اي اربعة يشهدون لك بخير يشهدون لك فيما يعلمون لان احنا من هنا مش الغيب ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه با قد قبلت شهادتكم فيما تعلمون وغفرت له ما لا تعلمون وفي رواية وغفرت له ما بيني وبينه شوفوا جمال ربنا مش بقول لكم يا جماعة ربنا بيحبنا ربنا يا جماعة مش عايز يدخلنا النار ربنا يا جماعة ما خلقناش علشان يعذبنا وعشان يبتنينا ابدا ده ربنا خلقنا علشان ينعمنا وعشان يمتعنا علشان كده اي علامة من العلامات دي تلاقيها في ميتك فثق انه من اهل الخير والصلاح وان لم ترى فاحسن به الظن فان علمت انه على غير ذلك فادعوا الله له بالرحمة واكسر له من فعل الخيرات فان الحسنات يذهبنا السيئات طب افرد ابويا ماتي عم الشيخ وانا عارف ان ابويا كان بيعمل حاجة غلط او ان ابويا مش يعني انا مش راضي عنه مش ولابد كده ممكن ما يخش نشي الجنة هديك عرض اختم بالفيديو ده جميل اوي انت عارف ان الاب ممكن يكون في النار او ممكن يكون في الجنة في درجة اقل من الدرجة اللي هي يعني مش ولابد ما ترضهوش فمرة يخرج من النار وخش الجنة او تتعدل درجته في الجنة فالراجل نفسه يستغرب هو ده جن منين من اي عمل صالح من خلاص انا عرفت اعمالي كلها وعرضت علي فيقال باستغفار ولدك لك الله اكبر لك ابن صالح انت سبت بيقرأ لك القرآن او بيستغفر لك او بيعقد لك صدقات فده اللي عدل حالك من النار الى الجنة او هو ده اللي رفع منزلتك في الجنة اسأل الله العلي القدير ان يرحم موتانا وموتى المسلمين وموتى الناس اجمعين وان يختم لنا بخاتمة السعادة اجمعين وان يخرجنا من الدنيا مستورين لا خزايا ولا مفضوحين انه ولي ذلك ومولاه وصل اللهم وسلم وبارك على نبيه البركات وعلى آله وصحبه وسلم